وكثيراً ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأصلين في ترغيب أو ترهيب أو في سياق ما يتعلق بالإيمان وذلك أن الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته وبإلهيته وكل ذلك يقتضي أن ينقاد الإنسان لأمره وأن يذل لشرعه جل في علاه ويذكر مع الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر واليوم الآخر اسم لكل ما يقع بعد الموت فإن بداية اليوم الآخر بالنسبة لكل إنسان على وجه الانفراد هو بموته فإن الإيمان باليوم الآخر يستلزم الإيمان بما يجري بعد موت الإنسان من قبض روحه وحاله في قبره في الحياة البرزخية ويوم البعث والنشور ثم بعد ذلك المستقر في جنة أو نار نسأل الله أن نكون من أهل الجنان فإن كل ذلك يندرج في الإيمان باليوم الآخر